موسيقى لا حدود للواقع سوى خيالك يمكنك فعل ما تريد والظهور بالشكل الذي تريده يمكنك الذهاب إلى أي مكان دون أن تغادر مكانك هذا ما قاله بطل رواية الخيال العلمي وايد واتس للمؤلف الأمريكي إيرنست كلين فماذا يحمل لنا المستقبل مع عالم الميتافيرس وهل ننتقل للعيش بهذا العالم الافتراضي أسئلة يجبنا عنها رئيس قسم البحوث والابتكار في مركز التكنولوجيا المساعدة مدى دكتور أشرف عثمان صباح الخير وهلا وسهلا فيك معنا صباح النور وشكرا على الاستضافة بداية عالم الميتافيرس العالم الذي يتطور بسرعة جدا حدثنا عن آخر أخبار هذا العالم وما هي تطوراته أول شيء نفهم شرح مبسط عن الميتافيرس وما هو الميتافيرس وهذا المصطلح الحين المتداول كثيرا بين الناس الميتافيرس هو عالم افتراضي بلا حدود حيث يمكننا العمل فيه حيث يمكننا التفاعل مع بعض حيث أيضا يمكننا الترفيه عن أنفسنا من خلال الألعاب الإلكترونية الموجودة بالميتافيرس وأيضا هو شبكة اجتماعية تربط كل الناس الحقيقة الحين العالم في توجه هل هو بديل الإنترنت يعني هذا الميتافيرس هل سوف نستغني يوما ما عن كل الخدمات المتاحة من الإنترنت وتعويضها بالميتافيرس تقدم التكنولوجي جاري العمل عليه وسنطلع عليه قريبا كيف يعمل هذا العالم خلينا نقول يعني كشخص ممكن يستخدم عالم الافتراضي أو عالم الميتافيرس يكون موجود بنفس الوقت في عالم آخر كيف يتعامل في هذا العالم إن كان مع نفسه مع محيطه مع كل شيء يعني في هذه البيئة هو الميتافيرس تقريبا يمكن نظره من مفهومه الانتقام الواقع إلى عالم افتراضي وهذه بطريقة سهلة جدا حيث فيه التكنولوجيا القابلة للارتداء ويرلي بور ديفايس يمكن من المستخدم ارتداءها والانتقاء إلى العالم الافتراضي فيه الكثير من التكنولوجيات الموجودة فيه النظرات الواقع المعزز اللي تعمل مكس مزيج بين الواقع الحقيقي والواقع الافتراضي فيه الخوضة القابلة للارتداء لواقع الافتراضي الVR هيتسات هذه بتاخذ فيه عالم اميرسف يعني انغماس كلي في عالم افتراضي ولكن ايضا هذا الميتافيروس ايضا يمكن الوصول اليه من خلال الكمبيوترات العادية من خلال الهواتف الجوال الذكية اللي نستخدمها بشكل يومي وبالتالي هو طريقة يعني دوعا ما سهلة للكل المستخدمين حيث يمكنهم الوصول إلى هذا العالم يعني سهلة حضرتك عم تقول انه كل الاجيال سهلة انه يستخدموا انه نعرف بتطور سريع للتكنولوجيا والامور التي نراها كل يوم ربما الجيل القديم يستصعب الدخول عليها او استخدامها بطريقة اللي بيستخدمها الجيل الحالي الحالي اكيد هذا لانه هذا احنا نتحدث عن تجربة المستخدم دائما الجيل الجديد لديه نسبة تقبل اكثر للتكنولوجيات الحديثة بما فيها مثلا الميتافيروس وغيرها من التكنولوجيات اكيد الجيل اللي استخدم مثلا الانترنت يعني تقريبا جيلنا الحالي لديه تقبل نسبي لهذه التكنولوجيا وعادة فيه يعني ترانزيشن من عالم الى عالم التكنولوجيا للتكنولوجيا المتقادمين في السن الحين يعني تقريبا لن تكون نسبة تقبل هذه التكنولوجيا بنفس كيفية الجيل الصغير وهذا مفهوم وطبيعي جدا في اي تكنولوجيا تظهر في وقتنا الحالي نعم هل ممكن خلينا نقول انه يكون بديل للواقع يعني اليوم الاشخاص عم بيستخدموا هذا العالم عم بيكون يمكن يوصلوا لمرحلة الهوس باستخدام هالعالم الافتراضي باستخدام المتافيرس هل ممكن ان يكون بديل بالنسبة لهم ان يعيشوا بعالم غير عالمون اللي هني فيه هذا بيكون من وجهة نظري شخصية يعني لا يمكن التعميم على الجميع هو ليس بديل للواقع الواقع بيبقى واقع والعالم الافتراضي او المتافيرس هي مجرد وسيلة لتسهيل حياتنا اليومية هي مجرد وسيلة للتعلم اكثر للعمل بطريقة تثاعلية اكثر مع بعض وبالتالي دايما نطرح الموضوع عند مثل ظهور الانترنت في وقت ما في بداية التسعينات كان الكل يتحدث عنه ان هذا البديل الواقع ولكن في الحقيقة كانت مجرد ادات تساعد الجميع وهذا ينطبق نفس الشيء على المتافيرس وما سنشهده في المستقبل ان شاء الله نعم بالنسبة لربما عملية الشراء والتبادل وكل ذلك كيف تحصل في عالم المتافيرس في عالم المتافيرس هي مثل ما ذكرت هي منصة رقمية يمكن عمل فيها كل شيء بلا حدود بما فيها البيع والشراء حيث يمكن خلال هذا العالم الافتراضي وضع مثل كريبتو كيرنسي يعني عملات مشفرة رقمية يمكن استخدامها خلال عملية للبيع او الشراء ويمكن كل مستخدم لان الوصول الى هذا العالم الافتراضي يحتاج ان المستخدم ينتقل من شخصية حقية لشخصية افتراضية يتمثله في هذا الواقع ومن ثم تحويل كل مثل اعمال الفنية او الاعمال اللي يمكن استخدامها او برامج الى منتجات رقمية وكل منتج رقمي لديه قيمة وبالتالي يطرحها للبيع في هذا العالم الافتراضي ومن ثم يكون هناك مستخدمين ثانيين من خلال افتراضي يتمثلهم يقوموا بعملية شراء هذه المنتجات وتصير كل العملات المبادرات التجارية داخل العالم الميتافيروس وهذا ادى الى ظهور ايضا مفاهيم جديدة مرتبطة بالميتافيروس وهذا الشيء الممتع دائما في البحث العالمي نتحدث عنه في تطور التكنولوجيا ظهور البلوكتشين ظهور الانف تي نونفنجبل توكنز يتم استخدامها لتشفير عملية البيع والشراء لضغط مزيد من الحماية على هذه المبادلات التجارية بالفعل كل فترة وفترة عم نشهد أو عم نسمع بهذه الأمور أو أمور جديدة تطرح أيضا على الساحة خلينا نقول بتأثر أيضا اقتصاديا على العالم بهالموضوع خلينا نقول ما هو تأثير عالم الميتافيروس على المجتمع من ناحية أنه بالنهاية هو تكنولوجيا كيف يطور تأثير إيجابي بالمجتمع ما الجديد الذي يطيره؟ أكيد هو الحين أول شيء شهدنا نقلة نوعية نحو استخدام الميتافيروس بطريقة غير مباشرة خلال الكوفيد يعني اصطر كل العالم ينتقل إلى عالم افتراضي من أجل عقد الاجتماعات من أجل التعليم وغيرها لكن كان في بعض الدول أخذت خطوة سباقة من عوالم افتراضية كاملة مثل الفصل الدراسي مثل بيئة العمل المتكاملة من مكاتب وغيرها وكل النأس مهما كانت موقعه الجغرافي صار يوصل إلى هذا العالم افتراضي وتفاعل مع بقية المستخدمين الموجودين أما في إطار العمل أو في إطار الجانب التعليمي وهذا من خلال دائما نقول من خلال شخصية افتراضية أفاتار ودون حاجة إلى تكلفة للانتقال أو السفر أو غيرها أيضا وطيحت الفرصة لكل المستخدمين من أجل زيادة المنفعة ومن أجل التفاعل بطريقة مباشرة على سبيل المثال إذا أخذنا مثل نموذج لشركات تصنيع السيارات صار تصميم السيارة ثلاثة الأبعاد بطريقة مباشرة مع كل المهانسين الموجودين في كافة أفات نحاء العالم يعني بالتالي نحتاج إلى أن نجمحهم في مكان واحد من أجل العمل على هذا التصميم هل ممكن أعتباره أنه يعني هذا هو عالم المستقبل يمكن والبديل عن الواقع كما ذكرنا في البداية أنه الناس اليوم تطلع إلى هذا العالم الافتراضي يمكن يطلع عليه أنه تصير العيش فيه والمعيش فيه هو النسب الأكبر فيه توجه يعني فيه كثير من المستخدمين صار يعني عندهم ميول أنه نوعا ما اللي نقول إلى الانعزال في هذا العالم الافتراضي ممكن هذا يأثر على الصحة النفسية فيما بعد لأنه دائما كل تكنولوجيا لديها إيجابيات ولديها سايبلات لكن دائما في أي تكنولوجيا بتظهر بيكون فيه إطار عمل بيكون فيه بعض اللوائح اللي تحدد استخدام هذه التكنولوجيا نعم طب ذكرت موضوع الانعزال يعني خلينا نحكي عن السلبيات بعض الشيء الأكيد بما أنه فيه إيجابيات أكيد فيه سلبيات والكثير يمكن تأثر سلبيا بهذا الموضوع وهذا العالم بفضل يمكن بفعل عفوا الهوس الكبير حدثنا قليلا عن هذه السلبيات أكيد هو أيها التكنولوجيا بتظهر أكيد لديها إيجابيات ولديها سلبيات وأيضا لديها بعض التحديات اللي بتوجهها نحن في مركز مدى لما اشتغلنا أول شيء على استخدام الميتافرس كان من جانب إدماج ذوي الإعاقة مثل على سبيل مثله في ميتافرس وجدنا أنه أشخاص ذوي الإعاقة تم تقريبا حرمانهم من استخدام هذه التكنولوجيا وتم العمل على إطار عمل في كيفية إدماج هذه الأشخاص ذوي الإعاقة داخل الميتافرس على سبيل مثل اشخاص المكفوفين الأشخاص فاقدين السمع وكيف ممكن يستفيدوا من هذه التكنولوجيا والولوج إليها وأخذت كل المنفعة من هذه التكنولوجيا أيضا من السلبيات يعني على جانب الصحة النفسية اللي هي الإنعزال وغيرها في جانب آخر أن هذه الشخصيات هي متخفية وراء شخصيات افتراضية أفاتار وممكن لا نعرف من هي في النهاية بيرجع هذا دائما إلى إطار عمل لازم يكون في إطار عمل في لوائح تحدد هذه العوالم لننسى أن هذه العوالم هي مصنعة من قبل عديد من الجهات لا توجد متوفرس واحد في الكثير من العوالم الافتراضية وكل عالم يحده من ناحية الجانب القانوني والجانب الأخلاقي حسب الشركة وحسب ما تراغه هي مناسب يعني يجب أن يكون في دائما معايير ومحاذير من هذا الموضوع خاصة على الأطفال يمكن لأنه ممكن توجهاتهم تكون مختلفة ويأخذهم على موضوع آخر سؤال أخير سريع أيضا دكتور موضوع ذكاء الاستناع نعرف ذكاء الاستناع اليوم يدخل في كل مجال في حياتنا كيف هو موضوع عفوا لذكاء الاستناعي بالعالم الافتراضي عالم الميتافيرس كيف يدمجوا هالم موضوعين مع بعض أكيد هو الذكاء الاستناعي صار يسهل حياتنا اليومية بشكل مباشر وغير مباشر وتم استخدام هذه التقنية ذكاء الاستناعي أيضا في الميتافيرس تقريبا بنفس الشيء يعني دائما الميتافيرس هو مثل الواقع بس بطريقة افتراضية بعدك بس مثل نماذج بسيطة جدا يعني الحين فيه أشخاص بيكونوا موجودين في هذا الميتافيرس وكل شخص بيحكي بلغة مختلفة الحين باستخدام الذكاء الاستناعي يمكن ترجمة الكلام من لغة إلى لغة بطريقة مباشرة وبالتالي يمكن التفاعل بين كل الناس بطريقة عفوية بطريقة سهلة والكل بيتحدث بلغة الأم يعني هذا مثل جانبنا الاستخدام الذكاء الاستناعي أيضا استخدام الذكاء الاستناعي ثلاثية الأبعاد في تصميم أعمال فنية مبتكرة جديدة لم يكن قدر الإنسان أن يصل إليها من خلال الأدوات الموتحة حاليا وبالتالي بذلك الاصطناع التوليدي يمكن له تصميم أشياء جديدة يمكن تصميم له معايير جديدة في الفن ونشرها على شباكة الميتافيرس أعلمه موضوع كبير وفيه بحر من المعلومات أنا أبدأ أن تشكرك دكتور أشرف عثمان رئيس خصم المحركة والابتكار في مركز التكنولوجيا المساعدة مدى شكرا جزيلا